السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تشكيل الأقرب لمندخب المغربي أمام تنزانيا اليوم بطبيعة الحال المقابلة اللي ما بقلاش بزاف أو تبدأ تشكيلة المثالية اللي كنشوفها أنا اللي ممكن تلعب بطبيعة حالة اللقاء تنزانيا اليوم في الساعة السادسة مساءً هي المتكونة من تشكيلة الآتية في حراسة المرمى الحارس القابير ياسين بونو من الحراس الجيدين دي المندخب الوطني المغربي حارس كبير حارس مميز صراحةً من الحراس الكبار eran العشروفية مع الأجراء التي مثلا ماة تنزانياFi tanpa Stayiti من العناصر المهمة داخل المنتخب الوطني المغربي بطبيعة حالة الكوادر دي المنال من الخرون المغربي هناك غالم سيعسل لعب رؤية لصالة اللي قليلت من خيره اللاعب وعميد لمن sibling الغريبي كابر صراحةً من قيمة جداً، من التضاهي الأيمن أشير في أنعب لحえば بطريس الجرما والفرنسي لديه العناصر الكبار المنتخب الوطني المغربي أنصر جيد صراحةً دي المنتخب الوطني المغريبي وعم بشيون شي بي لعب بيراميز لمصري كطاهر أيصار في إيصابة صعية حيو عطية الله والمزراوي إذن شي بي ممكن بطبيعة الحال وعم بشيون خط وسط الميدان سوفيا أمرا بطلاعب ما لشتريونيج ست الإنزليزي بطبيعة الحال المستوى دير مع المتخب المغربي مزيان إذن لا يدخلوا بشيوا عند قناحي لعب مرسيليا ونبيك مرسيليا الفرنسي كذلك من العناصر المهمة داخل المنتخب الروطني المغربي بطبيعة الحال وعمشي وعند اللاعب الاخر اللي هو اللاعب سليم املح لاعب بالنسيا الاسباني اليوم العناصر المؤكدة كندن مشاركتها كندن وممشي ونخط الهجومي بطبيعة الحال عمشي وعند اللاعب حكيم زياش لاعب قارتا ساراي التوركي اليوم اللاعب المهم من ديال منزخب المغربي وكندن انا ممكن شوف امين عادي اللاعب بايا لبركوزين بطبيعة الحال اذا تشكيلة دلمونديال هنا ما كتختلفش بزاف عليها بطبيعة الحال جيدة لو لا نقاشوا انك يوصف النصيري لعب ايش بيال اسباني اليوم الكواتر ديال منزخب الوطني المغربيات شليكين شكرا لكم اخواني والى اللقاء مع السلامة